بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أهلا وسهلا بكم في الكابسولة رقم 117 هتكلم النهاردة عن محابس الهواء عن وظيفة محابس الهواء طبعا يا جماعة محابس الهواء دي حاجة موجودة في محابس موجودة على شبكات المياه والخطوط الحملة محابس الهواء جماعة لها وظيفة مهمة جدا جدا تلت وظائف المفروض احنا مكلم النهاردة عن الوظائف لكن بعد كده الكلام هيبقى أدق شوية لكن خلينا نفهم الأول هي بتعملي وظيفة محابس الهواء جماعة ان هو ساعة ما يكون معنا خط جديد فنحن نبتدي نملاه فالمفروض لو نضخ فيه مياه المفروض ان الهواء يطلع فالهواء عشان يطلع لازم اللي هو مكان يطلع منه فهو بيطلع محابس الهواء وفي نفس الوقت خط المياه ده لما نيجي نعمل نحب نغسله فاحنا بنصفيه بنعمله درين فبنفتح محابس الهواء تنزل المياه كلها منه لكن عشان تنزل المياه لابد ان كمية هواء كبيرة فبقى تدخل المواسير عشان يبتدي المياه تنزل فبالتالي بتدخل الهواء بيدخل خط المواسير من خلال محابس الهواء أخيرا أثناء التشغيل واذي بقى كل الناس عارفها بتقولك أن أثناء التشغيل المفروض الترمباط بتكون ضغطة المياه والميا بيكون فيها هواء دايب نتيجة الضغط العالي بتاع الترمباط لكن بعد كده لما المياه تمشي في المواسير الضغط بيقل فتبتدي الهواء اللي دايب داخل المياه يبتدي يتصاعد على شكل فقعات الفقعات دي تبتدي تدريجيا بتتجمع وتطلع من خلال محابس الهواء شوف يا جماعة هذه نتكلم بالتفصيل شوية محابس الهواء جماعة فيها أنواع لكن من ضمن أنواع الشهيرة هي النوع اللي هو اللي عنده اللي بيسموه دابل تشامبر أو اللي هو غرفتين فيها غرفة فيها كرة صغيرة وغرفة تانية أكبر فيها كرة أكبر المحابس دي يا جماعة لما بتيكي تشتغل المفروض يعني أن عملية الريليز أو خروج الفقعات دي بتحصل من خلال الكرة صغيرة والكرة كبيرة بتعمل العمل التاني اللي هو دخول كميات كبيرة من الهواء تلاقي الفتحة بتاعتها كبيرة أو خروج كميات كبيرة من الهواء بتحسب كلام دا لكن طبعا الكلام دا جماعة كان له مشاكله هنتكلم بالتفصيل بعد كده فيه دلوقتي نوع تاني من المحابس هو بيسموه هو عوامة واحدة بيتعمل الحاكتين مع بعض اللي هو يعباح بس بيبقى له غرفة واحدة زي ما حدثكم شايفين وهناتكلم بالتفصيل بيشتغل ازاي اول حاجة مع اول شغل اللغة انه هو بيعمل أو بيخرج الهواء أثناء ملء الخط يعني اللي بيحصل يا جماعة ان الهواء بيخش وطبعا لان الخط بيكون فاضي فالعوامة بتبقى سقطة كده وبالتالي الفتحة الكبيرة اللي فوق دي مفتوحة وبيخرج منها الهواء ببساطة شديدة تاني حاجة اللي هو دخول الهواء أثناء التفريغ أثناء التفريغ يا جماعة منسوب المية بتدي ينزل والضغط في الموصير بينزل فبالتالي العوامة بتنزل لتحت وبالتالي بتدي الهواء يدخل ويحل المحل المية زي ما حدوكم شايفين طبعا كميات كبيرة من الهواء تمام طيب ملاحظة هنا يا جماعة طبعا 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 هقول بندخل الهواء بيخرج الهواء يعني يتوقع ان المطلوب ساعتها كمياتها كبيرة من الهواء وإلا هتقعد تملى الخط في سنة وتفرغوا في سنتين يعني عشان تنلازم كمية الهواء تكون كبيرة عشان كده لما نيجي نتكلم ان شاء الله بقى على حكاية تركب فين محبس الهواء هيكون الموضوع له حسابات تانية ماشي طيب أخيرا الأثناء التشغيل يا جماعة بيكون الخط مضغوط والمية مالية الهواء بحبس الهواء ورفع العوامة وقفلة زي ما حدوكم شايفين كده فبالتالي ما بيخرجش منه المية هو أخد بالك وبالتالي ما فيش هوا وهو مضغوط زي ما حدوكم شايفين كده لكن ده اللي احنا بيكلم عليه زي ما انتم شايفين ان الفتحة الخروج دي مقفولة لان العوامة طالعة لفوق فأسد ده الفتحة وبيكون لها كمان جوان يقفل الجزء ده كويس طيب خدوا بالكم بقى في حالة ان مع استمرار التشغيل ويبتلي بقى الهواء يبتلي يتجمع في الاماكن المرتفعة والاماكن المرتفعة دي بنركب فيها محابس الهواء بتاعتنا فيبتلي الفقعات دي تتجمع زي ما حدوكم شايفين كده وتنزل عوامة تدريجيا لكن بتنزل بقدر بسيط يعني مش قدر كبير زي ما حدوكم شايفين كده الفقعات عبارة تتجمع 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 بغاية ما تبتلي تتحرك وتخرج من اعلى المحبس زي ما حدوكم شايفين اهو شايف زي ما حدوكم شايفين فطبعا الحكاية دي بتبقى تدريجي وعلى مدد طويلة يعني الهواء ده عشان يتجمع باخد وقت طويل يعني مشتغل على طول بالمنظر ده لكن الفكرة ان كل شوية هوا يتجمعوا يخرجوا كل شوية هوا يتجمعوا يخرجوا كده تضمن ان ايه ما يتجمعش ويحصلش جيب هوا ما يحصلش مشكلة الوطر همر اللي مكلم عني بعد كده ان شاء الله دي كانت الكابسولة فتاعة النهاردة واتمنى انها تكون مفيدة ووضحت بعض المفاهيم عن استخدامات محبس الهواء نبه اشكركم شكرا جزيلا واتمنى انكم التواصل على الايميل الموجودة على الشاشة او على رقم الوطس الموجودة على الشاشة وبشكركم شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله